برنامجكم الأسبوعي يضع الضيفنا اليوم أيها الأخوة والأخوات هو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة سابك ورئيس الهيئة الملكية للجبل وينبع حياك الله سمو الأمير سمو الأمير سأبدأ الحقيقة من حيث الشركة أحد أهم الشركات المملكة العربية السعودية وهي شركة سابك في التاسع عشر من يناير من هذا العام أعلنت شركة سابك عن أرباحها في عام 2007 جازت لك سابك ودك طغير من تلسم يطلع خف دم عن أرباحها لعام 2009 بداية لماذا تأخر إعلان الأرباح حتى التسع عشر رغم أنكم شركة كبرى يفترض أنه في بدايات يناير وليس في النصف الأخير منه أولا بالنسبة لموعد إعلان أرباح هو محدد من قبل ثلاث سنوات بالتاريخ ومعروف أنه الأرباح فيها مثل هذا اليوم أنه يتأخر إلى هذا الوقت لأنه شركة سابك تختلف عن الشركات الأخرى مجموعة شركات فتجمع ميزانيتها وتحلل والمزيد من الشفافية يكون هناك احتياطات مؤينة فتأخذ الوقت في جمع هذه المعلومات من شركات شركة واحدة ممكن تعلن في وقت متقدم على تأخذ أن هناك شركات كثيرة شركات كثيرة تجمع ميزانيتها فلذلك وبالنسبة كانت في نفس الوقت المحدد سابق تعمل من خلال منظومة ومن خلال التعليمات المالية من سوق المال فأيضا أعلنت في الوقت المسموح فيه والمحدد هذا الإعلان أعلنت أنت أمير سعود في 19.1 بأن الأرباح الصافية التي حققتها الشركة السعودية الصناعات الأساسية عن أعمال 2007 27 مليار ريال بزيادة 33% عن أرباح العام السابق التي كانت بلغت 20 مليار وتفاصيل رغم أن 33% مبلغ مرتفع مقارنة ب2006 إلا أن الجميع كان ينتظر أرباحا أعلى من ذلك كل المحللين كانوا يتحدثون عن أن الأرباح التي حققتها سابق بالنظر إلى الارتفاع والأسعار المهولة في أسعار النفط كانت أقل من المتوقع والجميع يعزوا ذلك إلى الصفقة التي أبرمتها سابق مع جنرال إلكتريك ما في شك أنه ما حققت سابق يعتبر بمقاييس جيد جدا أن تحقق شركة رأس مالها 20 مليار وارتبع الآن إلى 25 مليار 27 مليار فهذا رقم قياسي بالنسبة والحمد لله نتيجة تكامل عدة طروف دفعت الشركة أن تحقق أرباح طموح السوق من أهم العناصر أن الأسعار أصبحت مرتفعة ارتفاع سعر النفط نحن نجني نجني ثمار هذه السوق كما في أي يوم والأيام جنينا دفعنا ثمن هبوط الأسعار لكن بصفة عامة عن أداء الشركة أداء الشركة يقاس بكمية الإنتاج بتقليل المصاريف التشغيلية بالاستثمارات فمن جميع النواحي أداء سابق يعتبر جيد أرباح كأرقام جيدة مسألة أن التوقع من السوق هناك مشكلة في توقعات متفائلة مبنية على أساس مهيين وعلى دراسات وفي أسوأ توقعات مضاربين للاستفادة من النتائج المضاربيين اللي حصل أنه في الصفقة الأخيرة في سابق استثمرت فيها أموال فبالتالي لا بد أن تنعقس على الأرباح وهذا أنا أعتبره أرباح للمساهم لكن أرباح مؤجلة لأن هذا المساهم أصبح يملك شركة جديدة أصبحت عنده استثمارات جديدة فهذه قللت من أرقام لكنها رفعت من الأصول لكن إذا تكلمنا تحديدا على الصفقة التي أبرمتموها لشراء شركة جنرال إلكتريك هناك الكثير من الأحاديث الكثير من الأخذ والرد بين مؤيد ومعارض لهذه الصفقة أحد المعارضين أو بعض المعارضين يرون أن هذه الصفقة جاءت كمحاولة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي هل كنتم تبحثون عن نعاش الاقتصاد الأمريكي بهذه الصفقة؟ أولا سابق لا يمكن أن تتخذ قرار تقول أنه قرار سياسي هذا سؤال آخر هل الصفقة سياسية كانت أم أنها؟ ليس قرار سياسيا والدولة لم تتدخل في قرارات سابق الدولة أعطت سابق للضوء الأخضر أن تستثمر حسب خطتها خطتنا عشرين عشرين أحد مخرجاتها أن ننوع الاستثمارات في الصناعات المتخصصة وأيضا المنافسين عالميا اتجهوا لنفس هذا الاتجاه كانت عملية الشراء فرصة تتوافق مع استراتيجية سابق وجدنا هذه الفرصة قدمنا عرضنا بعد دراسة كاملة له ومنافسة كبيرة جدا حتى أنه كانت الفجوة ضيقة بين الأسعار التي قدمت مننا ومنافسينا لكن الحديث عن أنتم قدمتم سعر مرتفع جدا كلنا يتكلم كيف يبني أن نقدمنا السعر لما قدمنا سعرنا كان مبني على دراسة لقيمة الشركة والأصول الشركة والأسواق الشركة والإسم الشركة ففي عدة عوامل تتحكم في تقييم الشركات لكن أني أأتي واحد ويقول أن الشركة قيمتها مرتفعة بدون أن يرجع إلى طريقة حساب قيمة الشركة فأنا أختلف معك إذن أنت تميل إلى أن الصفقة لم تكن مبالغا فيها قيمتها وأنها كانت طبيعية الصفقة قيمتها قيمة تنافس بين شركات قدمنا السعر الذي نستطيع أن نقسب به هذه الشركة لأنها تتوافق وعجلت بخطتنا عشرين عشرين يمكن سنوات إلى الأمام فتحت لنا أفاق جديدة في أسواق جديدة في الصين في أوروبا في التقنية نحن لا نشتري أصول نشتري تقنية نشتري أسواق نشتري خبرات نشتري خبرة نتبادلها كما تجربة سابق في أوروبا مرت بنفس المراحل وقيل أن الصفقة مبالغ فيها اليوم نجني ولله الحمد لما رجحنا في صفقة أوروبا الحديث عن الدعاوة التي أثيرت فيما يتعلق بصفقة جنرال إلكتريك بالنظر إلى كونها ذات بعدا سياسيا كانت بالنظر إلى أن السعودية تعيش آثار 11 من سبتمبر وما أثر على اللقات السعودية الأمريكية بعد ذلك فهل كانت الصفقة هل تفكرون أنتم في سابق سواء من التنفيذيين أو من مجلس الإدارة بأبعاد سياسية أم أنكم تتحاشون التفكير في السياسة بتاتك نحن في مجلس الإدارة ننظر إلى الصفقات من ناحية التجارية ومن ناحية تواجدهم فتح أسواق لكن دعني أقول بصرعة أنه إذا كان في صفقات تجارية وتعود على البلد بعوائد سياسية وهذا ما ينقصنا في العالم العربي للأسف أن علاقاتنا السياسية هي التي تحكم في علاقاتنا الاقتصادية وليس العقس العالم الآن العلاقات الاقتصادية هي التي تقود العلاقات السياسية فأنا أرحب إذا كان في المملكة العربية السعودية أنه جاءت نتائج سياسية للصفقة كبيرة مثل صفقة جنرال إلكتريك يعني أنتم لا تنظرون إليها لا ننظر لها أبدا نظرنا لها من ناحية التسويقية ومن ناحية التقنية التقنية موجودة لديهم تقنية عالية جدا وخاصة إذا كنا بننزل في التوجه الجديد في المملكة العربية السعودية الاستفادة وتعظيم الاستفادة من الموارد أن تنزل إلى الصناعات الثانوية الداونستريم وما يسمى المجمعات الصناعية فهذا توجه تقود حكومة المملكة العربية السعودية لتعظيم الفائدة من إراداتها من أهم الشركات التي يمكن أن تساعدنا شركة مثل جنرال إلكتريك بخبرتها لك أن تتصور أن جنرال إلكتريك في الصين وفي كوريا وفي اليابان وفي لها منتجات أغلب منتجاتنا التي تأتي هنا تعتمد على الصناعات مثل هذه الشركة هناك كثير من التحليلات كما عشرنا أمير سعود قبل قليل